لو قلنا أنه الماء والهواء هم عنصرين أساسيين لأي بني آدم عشان يعيش في الدنيا ففي العصر الحديث أكيد أنه البني آدم طبيعي أنه الغذاء لكن الدواء كمان زمان الدنيا ما كانتش سهل فيها الدواء لكن مفروض أنه في عصرنا ده الدواء شيء أساسي جدا لكل الناس لكن دلوقتي احنا عندنا أزمة في مصر بما أنه احنا في ثورة وفي عندنا مشكلات في الانتاج وعندنا توقف لعجلة الانتاج في العديد من المصانع والشركات فابتدعب عندنا نقص حادفة أنواع معالم الدواء بتبقى الناس محتاجاها بشكل حيوي هيكون ضيفنا النهاردة دكتور عبدالله زينين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة هنتكلم معها في المشكلة ونعرف البلد رايحة على فين في أزمة الدواء صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور وبدايات عن كده عايزين نعرف فين الحقيقة يعني ما هي الحقيقة حوالي ما يدور أنه في أزمة كبيرة في وجود الأدوية في الأسواق وفي ناس قريبة مني وأنا شخصيا لمست ده الحقيقة هو بس عاوزين نعرف نقص الدواء أو الدواء النقص عاوز أقول أن بالنسبة للقرارات التسعير والتسجيل بتسمح أن يكون لكل دواء 12 مثيل على الأقل والمثائل دي مجموعات المثائل بيبقى لها بدائل يعني قريبة منها في التركيب والأثر يعني 12 مثيل من نفس الدواء وكل دواء ليه بدائل لكل بدائل فإذا يعني عرفنا تركيبة الخريطة دي نقدر نقول بس دي دكتور بالنسبة للأدوية المستوردة حتى الأدوية المصرية المواد بتاعتها والخام بتاعها مصري برضو في نقص فيها ما نقول لحضرك عشان نعرف النوائس نقص الدواء يعني لو أقل عدد موجود من المسيرات يبقى 12 أقل من كده لا ننكر أن هناك أولا نوائس الدواء ده كانت موجودة قبل الثورة وبعد الثورة موجودة يعني موضوع يعني متعرف عليه ومش في مصر بس ده في كل دول العالم وإحنا لو فتحنا النت اللقتي على منظمة الصحة الهيئة الأغزية والأدوية الأمريكية حنلاقي فيه ريبورتات يومية عن أدوية نقصة في هذه الدول أدوية معينة يا دكتور ولا أدوية كتير يعني أنا مثلا لما باجي أتعالج من حاجة بقى لي فترة كبيرة جدا بتعالجها على مدى طويلة على مدى سنة أو سنتين لما بعرفة إن الدواء ده ناقص بيوصلني ده لإني بطلبه أكتر من مرة بلاقيه ناقص مرات كتير بلاقيه موجود لكن لما فجأة ألاقيه لمدة 6 أو 7 شهور الدواء ده مش موجود وناقص تماما ما أنا بقول لحضرك لو العيان بتعود على دواء معين ولقوهش ده بينزعج وله الحق هل الدواء ده له مثيل ولبس العيان نفسية مش متقبله هو تعود على حاجة معينة ولما بنيجي نديله المثيل بتاعه ولما بنيجي نديله المثيل بتاعه البديل لكن لا أصلا متعود على ده وده يعني نلتميش له العذر في هذا لكن عشان نوصف المسألة لو أن الدواء بكل بدائله ومثائله مش موجود هنا تبقى يعني حجم الأزمة الكبير وده اللي إحنا يجب أن احنا تحدث عنه الأزمة بشكل أكتر شوية دكتور موضوعي دلوقتي فيه تحكم كبير جدا للشركات الأدوية العالمية وفيه جزء كبير جدا للأدوية بيجي من بره وفيه جزء بيتصنعهم دلوقتي إحنا عندنا مشكلة فيه شركات وقفت وفيه شركات إنتاجها أقل وفيه مصانع تقريبا وقفت خالص ده كلام صحيح الأزمة إيه أبعادها والمحلها إزاي ما نقول له حضرتك لو فيه مجموعة دوائية بالكامل مش موجودة ده هنا الخطر ده الخطر اللي إحنا نتكلم عنه ويجب أن احنا كلنا بنرفع الرايات الحمر علشان بسرعة نستدرك هذا الأمر حتى لو مستورد آه ما فيه إجراءات إجراءات للتدرك هذا الأمر يعني لو فيه مستورد تقاعس أو بتأخر فيه استراد دواء معين من حق وزير الصح دستوريا وقانونيا أنه يستورد بالأمر المباشر هذا الدواء عشان سد العجز وده حصل قريبا في دواء اللي هو بنسين طويل مفعول وتم فعلا عمل يعني إجراءات سريعة ومتسارعة علشان نغطي العجز وده حصل فعلا من حوالي أسبوع نزلت كمية مساء دكتور عادة موجود بعض الأدوية غير المستورد منها بتبقى غالية جدا على الناس خصوصا أنه زي ما هو معروف فيه هامش 30% ربح للصيادلة ففيه صدرات بتحط الهامش للربح كله ولما نجي نتكلم أنه الدواء البديل بتاعها المصري أو المثيل بتاعها المصري مش موجود فهنا الناس بتتضر ضرر جامد جدا خصوصا في الظروف اللي احنا فيه واجبنا كلنا واجب الحكومة واجب السيادلة والنقابة السيادلة احنا اولا احنا بننبه احنا عندنا لجنة خاصة بهذا الامروب بتطلع تقارير دورية بتبعاتها الوزارة الصحة علشان نعمل الاستشعار للقصة احنا عاوزين نقول في الحقيقة ان احنا عاوزين نطور عملنا شواء احسن على مستوى النقابة أو الوزارة الصحة يجب ان يكون فيه مركز في وزارة الصحة بيتابع مخزونات هذه الادوية عشان لما تصل للنقطة الحارجة يبدأ فيه الارم فيه فيه انذار يبدأ يتخذ اجراء عشان ما نقعش فيه نقص الدواء يعني لما يبقى عند المخزون اقل عن حد معين يجب ان انا يبقى اتنبأ لان المخزون ده مساح يكافين ثلاث شهور يجب ان انا بسرعة اعمل اجراءات متسارعة واجراءات وقانونية علشان اسد هذا العجز بطريقة او اخرى احنا عندنا حصل مشكلة زي ما تقول حضرتك ان في بعض خطوط الانتاج توقفت لأسباب فنية في بعض المصانع مما اثر على يعني نقص بعض الاصناف ومنها البروكسومون اللي حضرتك بتكلم عنه ده عشان ده كان فيه مشكلة فيه خط الانتاج بعض المشاكل اللي هي تأخر الافراج عن المواد الخام دي قصة تالية لو احنا معكملين على 95% من اجمال المنتج او مكوناته من برا فطبيعي جدا انه صاحب الشركة او المصنع اللي عاوز يعمل ويكمل انتاج عنده مشاكل مع العمالة لو ممكن يضغط عليه كمان بالضبط العمالة بتضغط عليه والخام والحاجات كلها بتجي من برا طب ما وده ضغط عليه مالي شديد جدا طبيعي انه يؤدي لرفع اسعار الدواء طب ما نحل المشكلة احنا ليه لجزء كبير من المكونات تنعملش عندنا هو طبعا الموضوع متعلق بالسياسة الحكومة كانت لكن احنا في الحقيقة يجب ده الكلام وده في الدراسات عملت انه لابد ان يكون هناك صناعة مواد خام دوائية في مصر صناعة رصينة قوية طب زمن شدت قوي جدا فاصيله بقى عزين واحد اتنين تلاتة اربعة هذا الامر بيحتاج استثمارات ضخمة لا تستطيع شركة واحدة انها تقوم بيها لابد ان تشترك او لابد ان تخصص استثمارات قوية لصناعة هذه الصناعة الدوائية الصناعة الحيوية والمهمة ولابد ان احنا عشان نكسر اي حصار ممكن يفرض علينا في اي وقت لابد ان يكون عندنا صناعة مواد خام دوائية في مصر وكانت هناك تجربة ووئدت لها تجربة شركة النصر للصناعات للكيموائيات الدوائية كانت شركة قطاع عام وزي ما احنا عارفين الحرب اللي كانت على القطاع العام في كل طب يعني بس يفرد حصار يعني ايه بس عشان شايز عد يعني ايه حصار يفرد علي لا ما انت بتتحسب لأي وضع ان زي ما انت بتقول كده نوع من الاحتكار يمنع عندنا تصدير او استراد هذه المواد الخام لان اي مكون اي مكون الدواء ببقى فيه عشرة خمساشة مكون اي مكون فيه ممكن يعطل الدواء حتى لو علبة اللي بتحط فيها الدواء لو مش موجودة ممكن يعطل لنا يعني الدرجات يعني نقف عند التفاصيل علبة الدواء ما انا بقول لحضرتك يعني يجب ان احنا بقول لحضرتك ان يكون هناك صناعة متكاملة للمواد لمواد الكيمويات الصيدلية ومواد التغليف كمان في الحقيقة احنا بالاسف ان احنا بنستولد احنا الكارتون بتاع البت الدواء احنا بقول لحضرتك يعني فالموضوع يجب انها تكون هناك نظرة شاملة بتتدوف فيها الجهود الحكومية وجهود المستثمرين كمان علشان نوجه النظر وده في الحقيقة مشروع طرحناه في نقابة السادلة من قبل ان لابد ان تكون هناك فيه صناعة دوية تغطي جزء محترم وجزء كبير من المواد الخام في صناعة الدواء لتحقيق الاستقلال والامان لصناعة الدواء في مصر هل فيه علاقة بين تخفيض تصنيف الاتماني المصري وما بين الازمة خصوصا انه مؤخرا طلبت بعض الشركات الموردة انه السوء المصري يتفعلها نقدي مش ايجل هو طبعا حالة البلد اللي احنا فيها دي جعلت الموردين من الاجانب برضو فيه نوع من العدم الاطمئنان في الفترة اللي احنا فيها دي مما فعلا زي ما رأي حضارك بيطلبوا دلوقتي السداد قبل هل ده نوع من الضغط علشان يعله سعر الدواء نفسه؟ الأمر كان مستقر كان زمان بفتح اعتماد وثقة بين الشركات وحسن التعامل كان بيوردوا الدواء وبعدين ياخدوا فلوسه يمكن بس الحالة اللي احنا فيها الاستثنائية اللي احنا فيها البلد ده اللي بتجعل الناس غير مطمئنة او غير يعني كاملة لطمئنان عشان تورد دواء لكن ده اظن انا بتصورنا هتبقى حالة عارضة وتستقر عندما تستقر البلد مرة اخرى هل هي عادت بالفترة الطويلة دي قبل كده ان يكون الدواء ناقص في السوق بالشكل ده؟ يعني حدثت في بعض الاصناف انها طالت مدة ناقص بعض الادوية لكن هي يمكن بس بزي بقول لحضارك الظروف اللي تمر بها البلد اكيد يعني قلقت بظلالها على الموضوع ما كانتش الامور بتبقى بهذا الحجم لكن هو تنعمر فيه نواقص بتقريبا